بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين سيما مولانا بقية الله صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والعلم امنع صرفه إن عدلا كفعل التوكيد أو كثعل والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر الكلام في أسباب منع الصرف وقلنا بأن الأسباب تسعة إذا اجتمع اثنان منها في اسم من الأسماء فهذا يسبب منع الصرف أن يكون ذلك الاسم ممنوعا من الصرف يمنع من التنوين ويمنع من الكسرة في الجر وأحيانا يكون هناك سبب واحد يقوم مقام سببين كما لاحظتم في صيغة الجامع الجامع منتهى الجموع وكذلك في التأنيث بالألف قلنا بأن كل من هذين السببين لوحده يكفي لمنع الصرف أما الأسباب الأخرى فلابد من اجتماع اثنين منها لمنع الصرف وقلنا بأن الأسباب اثنان منها يرتبطان بالمعنى والبقية ترتبط باللفظ وتعود إلى اللفظ الجانب اللفظي أما الاثنان الراجعان إلى المعنى فهما العالمية والوصفية وتبين لكم بأنه الوصفية تجتمع مع الوزن مع العدول وقد تقدم هذا مع الألف والنون زيادة الألف والنون بعد ذلك انتقلنا إلى اجتماع العالمية مع الأسباب الأخرى العالمية تجتمع مع زيادة الألف والنون تجتمع مع العجمة وتجتمع مع التأنيث لاحظتم ذلك وأخيرا كان لنا حديث عن اجتماع العالمية مع زيادة ألف للإلحاق يعني إذا زيدت ألف للإلحاق وكان الاسم علما فهذا يكون ممنوعا من الصرف لماذا لأن هذا الذي زيدت فيه ألف الإلحاق يكون مشابها للمؤنث بالألف المؤنث بالألف فيكون اجتماع سببين التأنيث يعني شبه التأنيث شبه الألف ألف التأنيث مع العالمية في مثل علق وأرط أما الآن فالحديث حول اجتماع العالمية مع العدول اجتماع العالمية مع العدول أن يكون هناك اسم علم أو شبه علم سيتبين لنا بأنه هنا عندما نتحدث عن العالمية أحياناً لا تكون هنا علمية بالمعنى الذي نعرفه ولكن شبه العالمية شبه العالمية على العموم العالمية هذا سبب والسبب الآخر العدول العدول في اللفظ أن يكون هذا الاسم معدولاً من صيغة إلى صيغة أخرى هذا العدول هو بنفسه سبب لمنع الصرف إذا اجتمع مع سبب آخر كالعالمية فإذن هنا حديثنا عن اجتماع سببين هما العالمية والعدول وهذا يكون في ثلاثة مواضع في ثلاثة أشياء كما يعبر في ثلاثة مواضع الموضع الأول فاض التوكيد نحن نعرف أنه في التأكيد التأكيد الذي هو من التوابع في التأكيد أحياناً يكون التأكيد لفظياً وأحياناً يكون التأكيد معنوياً التأكيد اللفظي يكون بالتكرار أن تكرر اللفظ بنفسه وأما التأكيد المعنوي فهناك ألفاظ معينة محددة يؤتى بها للتوكيد مثلاً مثلاً كلمة كل كلمة كل سجد الملائكة كلهم كلهم هذا لفظ للتوكيد وهو تابع من التوابع بعد كلمة كل نأتي بكلمة أجمعون كلهم أجمعون أجمعون هذا لفظ للتأكيد لفظ للتوكيد يأتي بعد كلمة كل كلهم أجمعون أو كلهم أجمعين هذا في المذكر في الجمع المذكر وأما في المؤنث فماذا نقول ماذا نقول نقول جاءت النساء كلهم جمعاً 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 هذا اللفظ للتوكيد هذا اللفظ للتوكيد جمعاً طيب وهذا نقول بأنه ممنوع من الصرف جاءت النساء كلهن جمعوا لا نقول جمعاً بالتنوين لا ممنوع من التنوين جمعاً نسأل ما هو السبب لمنع الصرف هنا نقول اجتماع سببين أولاً أولاً جمع هذا في العصل هو مضاف إلى ضمير المؤكد كما تقول أجمعهم أجمعهم جاء القوم كلهم جاء القوم بأجمعهم كما هو المعروف بأجمعهم فأنت تضيف لفظ التوكيد إلى ضمير المؤكد بأجمعهم هنا هذه الكلمة جمع في الأصل كان مضافاً إلى ضمير المؤكد جمعهن جمعهن ولكن حذف هذا الضمير للوضوح للوضوح ولكن هو موجود في النية على هذا الأساس كلمة جمع معرفة معرفة بما أنها مضافة إلى ضمير المؤكد ولو في التقدير فإذن هي معرفة وهذا الذي قلنا بأنه شبه العالمية يشبه العالمية من باب أنه في نية الإضافة إلى ضمير المؤكد وتعرفون بأن الإضافة هي من المعارف المعارف إذا كانت ستة المضاف واحد منها فإذن كلمة جمع فيها التعريف هذه الكلمة فيها تعريف وهذا هو شبه العالمية والسبب الآخر السبب الثاني هذه الكلمة جمع هي معدولة معدولة عن جمعوات جاءت النساء كلهن جمعوات أنتم تعرفون بأنه في المذكر ماذا نقول جاء الرجال كلهم أجمعون الجمع بالواو والنون في المذكر في المؤنث جمعاء عندما نريد أن نجمع هذه الكلمة الكلمة المفروض والقاعدة أن نجمعها بالألف والتاء فنقول جمعوات جمعوات ولكن عُدل عن هذه الصيغة وغيرت الصيغة من جمعوات إلى الجمع إلى جمع لا نقول جمعوات بل نقول جمع فهذه جمع معدولة فيها عدول كانت بالأصل جمعوات عُدل بها إلى صيغة أخرى وهي جمع فإذن هذا هو الموضع الأول هذا هو الشيء الأول الذي نقول بأنه اجتمع فيه سببان هما العدول والعالمية وعرفنا بأن هنا شبه العالمية وليس العالمية بالذات من باب الإيضاح العالمية هي في الواقع التعريف من دون قرينة لفظية التعريف إذا كان من دون قرينة لفظية فهذه هي العالمية مثلا كلمة زيد كلمة زيد زيد علم في هذا الاسم نقول بأن هنا تعريف معرفة ولكن لا توجد قرينة لفظية هل نجد ألف ولام حتى نقول بأن هذه قرينة لفظية لا نجد الألف ولام هل هناك إضافة هذا الاسم مضاف إلى اسم آخر ليكون معرفة بالإضافة وتكون هذه قرينة لفظية لا هل هو منادى يا زيد فتكون يكون النداء قرينة لفظية لا من دون قرينة لفظية التعريف من دون قرينة لفظية هذه هي في الواقع نجدها في العالمية في جمع الآن لاحظتم بأن هنا نحن نلاحظ معنى التعريف التعريف نلاحظه التعريف موجود ولكن من دون قرينة اللفظية في الظاهر فصار هذا شبيها بالعالمية طيب هذا هو الشيء الأول هذا هو الشيء الأول هذا هو الموضع الأول أما الموضع الثاني ففي الأعلام الأعلام مثل عمر مثل زفر مثل ثعل هذه الأسماء أعلام هذه أعلام أعلام لأشخاص أو لجنس مثل زفر معدول من زافر عمر معدول من عامر ثعل معدول من ثاعل هذا العدول بالإضافة إلى العالمية سببان لمنع الصرف فيقال جاء زفر رأيت زفر مررت بزفر هذا هو المنع من الصرف وبما أن هنا عالمية فالأمر واضح هذا هو الموضع الثاني أما الموضع الثالث يقول بأنه كلمة سحر كلمة سحر هذه الكلمة أحيانا تكون ممنوعة من الصرف هذه الكلمة هذا الاسم يكون ممنوعا من الصرف كيف يكون ممنوعا من الصرف ما هما السببان لمنع الصرف في هذا الاسم نقول السببان هما أولا شبه العالمية كيف نقول بأنه سحر يكون على نحوه تارة لا نقصد سحر معين لا مثلا نقول في سحر في سحر مثلا تأتيني يوما في وقت السحر أقول في سحر في سحر في سحر فهذا ليس ممنوعا من الصرف لا يقصد به سحر يوم معين فهذا خارج من كلامنا نحن لا نتكلم في هذا السحر الذي ليس معينا سحر غير معين أما السحر الذي يكون معينا تقول تأتيني يوم الجمعة سحر يوم الجمعة سحر هنا نقول بأن سحر ممنوع من الصرف لماذا ممنوع من الصرف ما هما السببان العدول وشبه العالمية العدول نعم كلمة سحر هي معدولة من السحر بالألف واللا تأتيني يوم الجمعة السحر بالألف واللا ولكن حذفت الألف واللام ولكن بقي معناها بقي معناها فأنت تقصد سحر يوم معين فهذا صار سببا للشبه بالعالمية لماذا لأن العالمية هي تعريف من دون قرينة لفظية هنا نحن في كلمة سحر إذا قصدنا به سحر يوم معين نجد التعريف من دون قرينة لفظية تقول نجيناهم بسحر في نقرة في القرآن أو تأتيني يوم الجمعة سحر سحر على أنه ظرف لا نقول سحرا لا بدون تنوين هذان هما السببان أولا العدول سحر معدول من السحر هذا أولا وثانيا السبب الثاني شبه العالمية لأننا نقصد به سحر معين فهذا هو شبه العالمية وقلنا بأنه التعريف من دون قرينة لفظية يقول المصنف والعلم امنع صرفه إن عدلا العلم تمنع صرفه إن عدلا إن كان فيه عدول كفعل التوكيد قلنا ثلاثة مواضع الموضع الأول جمع وأخوات جمع كمثل كتع مثلا فعل التوكيد أو كثعل سعل هذا الموضع الثاني أي الأعلام المعدولة ثم الموضع الثالث يقول فيه والعدل والتعريف مانع سحر العدل يعني العدول والتعريف التعريف الذي قلنا هذان مانع سحر مانع سحر هذا بالأصل كان مانعاني مانعاني ولكن بالإضافة حذفت النون مانع سحر يعني يمنعاني سحر من الصرف ولكن متى إذا به التعيين قصدا يعتبر إذا اعتبرنا التعيين في كلمة سحر أما إذا لم نعتبر التعيين وكان سحر غير معين فلا يكون ممنوعا من الصرف يقول الشارح يمنع صرف الاسم يمنع صرف الاسم للعالمية أو شبهها أو شبهها وللعادل هذان هما السببان وذلك في ثلاثة مواضع الأول ما كان على فعل من الفاظ التوكيد ما كان على فعل من الفاظ التوكيد فإنه يمنع من الصرف ما هما السببان لشبه العالمية والعادل هذان هما السببان وذلك نحو جاء النساء جمع ورأيت النساء جمع ومررت بالنساء جمع أنتم قلتم العدول أين العدول يقول والأصل جمعاوات لأن مفرده جمعاء فعدل عن جمعاوات إلى جمع هذا هو العدول أما شبه العالمية وهو معرف بالإضافة المقدرة أي جمعهن غمير المؤكد كما يقال بأجمعهم جمعهن فأشبه تعريفه تعريف العالمية أشبه تعريفه تعريف جمع تعريف العالمية ما هو وجه الشبه من جهة أنه معرف وليس في اللفظ ما يعرفه يعني التعريف من دون قرينة لفظية هذا هو وجه الشبه بين جمع والعلم الثاني العلم المعدول إلى فعل كعمر وزفر وثعل والأصل عامر وزافر وثاعل فمنعه من الصرف للعالمية والعادل سعال يقال بأنه علم للثعلب علم للجنس الثالث سحر إذا أريد به إذا أريد من يوم بعينه سحر في يوم معين مثل ماذا جئتك يوم الجمعة سحر أي سحر يوم الجمعة فهو سحر يوم معين فسحر ممنوع من الصرف لماذا للعادل وشبه العالمية أو شبه العالمية ماذا تقصدون من العدل والعدول وذلك أنه معدول عن السحر كان بالأصل السحر بالألف واللام فعود إلى سحر بدون الألف واللام ولكن معنى التعريف باقي موجود لأنه معرفة لأنه معرفة لماذا لأننا نقصد سحر يوم معين والأصل في التعريف أن يكون بأل فعدل به عن ذلك عدل به عن ذلك يعني صار التعريف بدون أل وهذا لا نجده إلا في العالمية وصار تعريفه مشبها لتعريف العالمية من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف هذا هذا وجه الشبه في العالمية لا يلفظ بلفظ معرف يعني لا نأتي بالألف واللام ولا نأتي بالإضافة لا هذا ولا ذاك ولكن نجد التعريف موجود هذا تمام الكلام في اجتماع العالمية مع العدول من أسباب منع الصرف لأجل منع الصرف وبقي الكلام في موضع واحد وبعد ذلك يختتم الكلام في باب منع الصرف والممنوع من الصرف نكتفي بهذا ونواصل فيما يأتي بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد